موسيقى يقدم فيها ما الذي عمله وكيف استطاع أن يفعل ذلك طبعاً حيكون إن شاء الله عنا جدول أنا بفضل طبعاً بترك الموضوع لكم إذا بتحبوا أو من اللجنة التنظيمية نفسها يكون على شكل أربعة يقدروا يقدموا كل يوم طبعاً رح يكون فيه رابط تقييمي رابط التقييمي حيش من تقييم التقييمي أنا وتقييم الزملاء الموجودين الابريزنتيشن لازم ما تزيد عن تل ساعة ما بين ربع إلى تل ساعة وبعدين عشر دقائق حيكون فيها ديسكوشن لحد ما نخلص باقي المتطلبات طبعاً إحنا عنا ضايب محاضرتين بالجودة في محاضرة كمان لديبتك فطل الدكتور حسام عتاني وبعدها محاضرات المشاركين بعد الانتهاء من محاضرات المشاركين بهذا الشكل كل يكون قدام شاء الله بتكون خلاص هيك انتهينا إحنا من المتطلبات تاعة المادة اتمنى إن شاء الله أن يكون هذه الصورة يعني كانت صورة توضيحية للأشياء اللي مطلوبة منا في هذا المشروع طيب إذا كان موضوع يعني إن شاء الله أنه واضح نبدأ الآن إحنا في موضوعنا اليوم موضوع اليوم راح يكون مقسم على يعني أكثر من يعني أكثر من جزء وهو موضوع محوري حقيقة في الناس العاملين بالووندكير وذكرنا إنه هذه من المواضيع الداعمة للووندكير قد لا تكون يعني لا تصب مباشرة في صلب البيسيك ساينس الخاص برعاية الجروح لكنها موضوع مهم في الممارسة الخاصة برعاية الجروح ألا وهي الكواليتي طبعا إحنا راح نحاول راجع بعض المصطلحات الأساسية والأمور المهمة التي تخص الممارسين في قطاع رعاية الجروح كجزء من الممارسة اليومية المتبعة لديهم بدنا نحكي شوي صغيرة بس هي إيش يعني كواليتي أفكير إيش يعني الكواليتي إيش لش كتير نسمع فيها نسمع كتير والله في عنا أقسام صارت في المستشفى يقول لك والله إحنا عنا قسم كواليتي وبعدين هذا القسم نفسه بفقس أربع خمس أقسام فمنلاقي في عندي صارت كتير كواليتي كذا كواليتي في الباطني كواليتي في الجراحة كواليتي في التمريض يعني إيش يعني كواليتي وأنا كيف بقدر أفهم دوري أنا في هذه المنظومة وأفهم العلاقة اللي موجودة فيها في أمورنا اللي متخص إحنا الووند كير وأنا أصلاً وين موقعي جاي لما يجي فيه اعتمادية بقولوا طب هاتو الووند كير طب أنا إيش علاقة بالاعتمادية طب أنا بتعامل مع مرضى إيش علاقتنا إحنا في كل هذه الأمور هذا جزء من الأهداف اللي حتغطى في هذه المحاضرة إيش يعني الكواليتي بشكل عام إيش عن الكواليتي في الووند كير عادة الكواليتي لما نحكي إحنا كلمة كواليتي نحكي كتعريف إنها refers to how much something is good فلما نحكي إنه والله هذا معناته نوعه ممتاز أو النوع الذي يحتويه في الداخل ممتاز فمنحكي هذا جودته مرتفعة أو يعني إذن هو إيش كويس جودته من خفضها إذن صارت مصطلح أو كلمة الجودة تعبر بشكل أو بآخر عن كنه الشيء عن وصفه الداخلي لما نحكي إحنا عن كواليتي بشكل عام فإحنا منحكي عن وصف يخص شيء معين هل هذا الشيء جيد أو غير جيد هو من جوه كيف وضعه طيب إحنا بالووند كير كيف يعني أنا من جوه يعني إيش كواليتي إيش مقصود فيها لما نحكي إحنا على الووند كير فإحنا منحكي على السيرفس الخدمة اللي أخدها المريض هل كانت جيدة أو غير جيد إذن إحنا حتى نعرف إنه إحنا وين موقعنا في هذا الموضوع الاسبكت كله اللي إحنا تناقشنا فيه من بداية هذا الدبلوما عن الووند كير يمكن تقييمه إنه جيد أو غير جيد هذا التقييم إنه جيد أو غير جيد يعتمد على كلمة كواليتي فلما نحكي مثلا إنه خدمات رعاية الجروح في العيادة ألف جيدة معناته إنه منحكي على إنها الكواليتي تاعتها كويسي طيب هذه الكواليتي نفسها أنا بدي أعرفها يعني حكيت لي إنها جيدة ماذا تعني كلمة جيدة طب أنا كيف بدي أعرف إنها جيدة هل نعتبر إنه الخدمات التي تم تقديمها في رعاية الجروح جيدة إذا التأم الجرح يعني إذا ما التأم الجرح معناته الخدمات التي قمنا بتقديمها لم تكن جيدة طب هو ممكن يكون أسباب تتعلق في المريض نفسه يعني أنا شو أعملكم هو المريض نفسه مثلا كان stagnated wound زي ما أخذنا إحنا في ال wound ب the preparation إذن حالة الجرح نفسها هي التي استدعت علينا أنه نحكي إنه والله هذا مستوى الخدمة التي قدمت كان مستوى سيد مع أنه ممكن يكون مستوى جيد لكن حالة المريض لموصلتني كانت مضعه صعب أو أن هناك عوامل أخرى خارج عن إطار الرعاية نفسه مثل جودة المنتجات اللي كانت موجودة بين نايدنا يعني ممكن يكون الخدمة التي قام بها العاملون في رعاية الجروح كانت خدمة ممتازة لكن نوعية الغيرات مثلا كانت موجودة بهم لم تكن بهذا المستوى إذن ما زال هذا المصطلح مصطلح مربك إلنا ويحتاج إلى تفصيل لما نحكي إحنا عن equality خلينا نرجع نعرف كلمة equality نفسها includes things like making sure the patient is safe إذن هو أول شيء من المعايير التي نستطيع من خلالها أن نعبر عن مستوى الخدمة المقدمة في موضوع رعاية الجروح هي أن نراجع بعض الأسس التي تم التعامل فيها ما بين المريض ومقدم خدمة رعاية الجروح أول واحدة فيهم وهي المحورية الأساسية الأولى السيفتي أي أن رعاية الجروح عندما بدأت تقدم رعاية الجروح للمريض ضمنت على الأقل أن إذا صار في حالة تدهور في الجروح فهذا التدهور لم يكن ناتجا عن إشي أنا عملته كونتكير المريض لم تسؤ حالته بسبب أي ممارسة قام فيها الونتكير مثال طبعا نحن عندنا المثال المشهور تعدى بتكفض لما نحكي على الخيليس على الخيليس تندون أنه أثناء الدبرايدمينت مثلا تمت احترافية الدبرايدمينت في الوونت السيرجيكال دبرايدمينت أو الشارب دبرايدمينت بطريقة ضمنت أن المريض لم نقدم نحن أي إساءة لمستوى الرعاية المقدمة إذن هذه أول واحدة الأمر الآخر أو المحورية الثانية في الجودة أن المريض حصل الرعاية التي تستوجب لحالته إذن الأولى أن البيشن سيف المريض آمن أي أن أنا ما سببت أي إساءة لهذا المريض رقم اثنين أن المريض أخذ الرعاية يعني تم اختيار المنتج أو طريقة تقديم الرعاية اللي الآن بيحتاجها هذا المريض بناء على الأدلة والدلائل اللي عندي موجودة طبعا رقم ثلاثة السيفتي واحد اثنين لبروبر تريتمنت رقم ثلاثة أنه تم التعامل مع المريض بطريقة ضمنت اللطف في التعامل اللي هي الرابوت كومينيكيشن أنا قدمت له الرعاية هذه برسبيكت للدجنيتي تاعته للإنسانية تاعته هلأ هادولا إحنا لما نحكي على أنه تم التعامل مع هادولا الأربعة مع بعض إحنا منتوقع أنه إحنا وصلنا good outcome مش التارجت اللي إحنا بنايها يعني أنا شو التارجت تاعتي لما أتعامل مع مريض معه جروح أنه يسكر هذا الجروح طيب ما أسكر هذا الجروح إذن هذا المستشفى ما بيقدم خدماتي كويسة بالقواليتي بالواند كير لا ما منتعامل معها بنفس الطريقة بتاعت الهيلث كير كواليتي بشكل عام وإننا متعامل هنا أنه إحنا حققنا بروغرس مع المريض لما ضمنت هدول الأربع اللي موجودين من السيفتي من البروبر تريتمنت والمريض والكايدنس والرسبيكت أنه تم التعامل مع المريض بلطافة و باستخدام الرابود كومينيكيشن أو احترام ذاتية المريض من التعريفات المشهورة كمان الجودي كواليتي كير يعني أن الهيلث كير ستاف يستخدم إذن إحنا نستخدم أفضل المعلومات المتوفرة حاليا المتوفرة أمامنا and follow guidelines based on scientific evidence to provide the most effective care possible إذن حتى نضمن تواجد الجودي تواجد واستمرارية مصطلح الجودي بالواند كير أنا بدي أكون وصلت لمرحلة إنه أنا بستخدم أفضل الأدلة بناء على evidence based practice وبناء على updates scientific updates اللي عندي موجودة طيب أنا بدي أستخدم أفضل الأدلة الموجودة من وين بدي أجيبها أنا أفضل الأدلة الموجودة والله بجيبها من الانترنت بجيبها من الpanel الexpert panel بجيبها من منظمة البرشير الألسر العالمية إذا كان هذا الموضوع يبدو سهلا في الطرح فهو صعب بالتطبيق يعني باللهي النيرس أو الطبيب اللي بداعهم في الواند كير يعني هم لاقي وقت يقعد يظل يفتح في الguide line ويشوف والله في أمريكا شو صار وفي ألمانيا شو صار وكل يوم بدو يقرأ إذا الموضوع هذا صار يمبين عندي أنه هذا في ناحية التطبيق نفسه صعب طيب عشان يكون في عندي جودي شو الحل هذا أول سؤال بنسأل الشغل الثانية طب ما هو أنا ممكن أدور على دليل مثلا أشوف لي بحث انتشر على الجوجل سكولر على ماذا وجل في الواند كير حكت على التريتمينت محدد بخص شغلة معينة بالواند كير وأستخدمه يطلع بعد فترة حدا تاني قرأ دليل تاني برضو كمان ساينتفي كبير ريفيوت يتناقض مع الدليل الأول وذكرنا إحنا الدلمة الكبيرة اللي عنا موجودة بالسلفر السلفر في عندي دراسات بتحكي إنه مش افكتف للتريتمينت الدونس وفي عندي دراسات تانية بتحكي إنه افكتف للتريتمينت الدونس طب في أي هم سوف ألتزم أنا طب لمين أروح وكيف بدي أحقق الكواليتي لأنه إذا كنا بدنا نحكي على اسبكت الكواليتي معناته راح عبد الكريم أجى محمد راح أحمد البيشنط سيف وأخذ البروبر تريتمينت وبروبر وي افكير وبنفس الوقت تم التعابل مع المريض بكايدنس ورسبيكت للديجنيتي لذلك أول معيار فتح معنا إحنا في موضوع الجودي هو وجود دليل للممارسة اللي هو الكايدلايين إذن حتى يكون في عندي أنا ثقافة بتخص الممارسة أنا أحتاج إلى دليل أو معيار أحكم عليه ممارسة الناس اللي موجودين في الويند كير فمثلا أنا إذا كنت بشتغل في الهوم كير وعندي ست سيارات أو ست مجموعات بتروح بتزور المرضى من هدول المرضى ناس معهم وونس ومن هما معهم وونس لكن أنا بدي أضمن أن السيارة ألف والسيارة باء والسيارة جيد قدمت مستوى رعاية متماثل طبعا نحن صعب نوصل التطابق 100% لكنه متماثل يعني هم أقرب ما أن يكونوا عملوا نفس الشيء إذن أول شيء عشان نضمن هذه نحتاج إلى قايدلاين هلأ راح نفصل في القايدلاين أكثر لكن يدخل عندي فكرة من هون نشأت فكرة القايدلاين إذن الأصل القايدلاين اللي أنا بدي أعمله في المؤسسة يكون السيوتابل للناس اللي موجودين يكون الناس اللي موجودين قادرين يقرؤوا قادرين يستوعبوا والأهم قادرين ينقضوا لأنه القايدلاين لازم يكون قابل للنقض عشان يتم تحسينه وتطويره هذه بارت من الأشياء المستمرة هذا القايدلاين اللي بدي يكون موجود حقق لي بشكل عام مصطلح الكواليتي بالووند كير من المصطلحات اللي بسموه هلأ من المصطلحات اللي كتير نشطة الكواليتي كبارت في الهيلث كير صار لها بدوز عشرين سنة بالسوق صار روما الناس بحكوا عشرين سنة عن مصطلحات الجودة في رعاية الصحية لكن لأنه الووند كير ما زال علم ناشئ ففي عندي كتير أبحاث ودراسات وأمور تختص بأمور تتعلق بالووند كير زي ما رح نيجي نحكي إما عن البروشير ألسر أو ديابتك فوت أو سيرجيكا سات انفكشين أو كده 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 ريسبيكت واحترام لذاته كإنسان رياب الكيرات مينز بنيتو إكسبيكتشن أوف تبيشن اللي إحنا إن شاء الله نوصل للقود أوتكام اللي حكينا فيه اللي مش شرط توصل للإكسبيكتشن تاع البايشن لكن هذا اللي إحنا بنا نسعى إنه إحنا نوصله سوية اللي إحنا اتفعنا في الجودة إنه أنا بالووند كير بدي أقدم أفضل رعاية موجودة الآن عشان إحنا مش عارفين شو هي أفضل رعاية موجودة سوينا يعني أنا مش شرط أخذ اللي موجود في اليوريمبيا لفراشر ألسر وأعمل له كوبي بيست وأشيل اسم المستشفى تاعهم وحط اسم المستشفى تاعي لأنه هيك بطل هذا بخصني هذا بخص المستشفى الثاني لكن أنا فاهم ظروفي وفاهم حيثياتي وحاولت إني أطبق وأخذ من هذه المراجع المتعددة اللي أنا سيوتابل معي بناء على الإفيدنس اللي بيقدم للمريض سيفتي وبروبر تريتمنت وكايدنس ورسبيكت طيب الآن أنا نرجع المثال تاعنا تاعي لهم كير طب أنا عندي ست سيارات طيب إيش اللي ضمننا إنه السيارة ألف في البيشنت نومبر ثري مثلا مريض رقم ثلاثة اللي رحت له السيارة ألف أخذ كير زيه زي المريض رقم خمسة اللي رحت له السيارة سيه إذن أنا بدي يكون في عندي استابلتش ستاندرد والإكسبكتيشن يكون معمول بطريقة يضمن التماثل اللي موجود بأعلى قدر ممكن وإلا إحنا ما بيكون في عندي variation دونبيديا واحد من أهم علماء الجودة في القطاع الصحي قال لو طلب مني اختصار الجودة في كلمة واحدة فسيكون الجواب هو تقليل variation تقليل الفروقات في الممارسة بين الأفراد إنه يكون ألف وباب بيعملوا تقريبا نفس الشيء بيعملوا تقريبا شيء مماثل هذه المماثلة هي اللي تضمن لنا أول إشيء تضمن لنا السيفتي إنه أنا لو وصلت لمرحلة إنه أنا لا يمكن أسمح لأي حدا بيشتغل بالوند كير إنه يعمل سيرجيكال دبرايدمنت إلا لما يكون سيرتيفايد بالسيرجيكال دبرايدمنت ويكون من ضمن السيرتيفكيشن هذا إنه ياخد هستوري للبيشن فيكون ضامن إنه هذا المريض مش ماشى على أي أنتي كواغيولنت إذن أنا قدرت أرسم خريطة معينة لمواصفات الإنسان اللي بده يقدم هذه السيربس اللي بده يقدم هذه الستاندرد أوف كير تحتها طيب هذه خلينا نفصل في نفس الأشياء اللي إحنا بدنا إياها بتفصيل أكتر حتى نوصل للكومبوننت أو المكونات تحتها أول إيش حكينا السيفتي طب إيش يعني السيفتي؟ إيش اللي مقصود هون في موضوع السيفتي؟ Care should prioritize يحط أولويات البيشن سيفتي By identifying and mitigating potential risk إذن مواصفات الإنسان العامل بالووند كير واللي بده يهتم بالجودة بده يكون عنده ميزان قادر على توزين الأمور فيما يتعلق بالdecisions اللي موجود عند المريض لما يمارس الرعاية يعني تذكروا لما حكينا إحنا على السيلفر والإكسبوز بون هادي باركون السيفتي إذن لما يكون في عندي أنا بريتش للسيفتي إذن أنا بكون في عندي بريتش لكل يعني فرضاً إنه كان في عندي أنا بريتش يحتاج فعلاً إلى treating of the infected infection هذا البريض اللي بيحتاج لإنفكشن كير يعني الووند عنده هلأ فيه إنفكشن من القرار الصائب اللي احنا تعلمناه في الووند بريتش هو استخدم السيلفر بغض النظر عن أي نوع من نوع السيلفر لكن حقيقة وجود إكسبوز بون مع الإنفكتد ووند هتغير القرار بتاعنا لأنه لو استخدم السيلفر حتى لو كان قراره صحيح من ناحية الورنج لكن كونوا استخدموا على هذا المثال كان مثال صارخ مثال تاني إنه والله إذن الانفكتد ووند بس استخدمت له كولاجين مثلاً فأنا سأت في وضع الجروح أكثر إذن هذه كلها من الأمور اللي لازم نخدها إحنا في عين الاعتبار ولأنه الووند كير جاي غري أريا فإحنا منلاقي إنه ولابد العاملين في الووند كير يكون في عندهم معلومات عن الانفكتشن كونترول أسبكت وعلى الميديكيشن بارت إن كان او برسكريبشن او سايد افكت فأنا لما أحكي مثلاً إنه أنا في عندي بارت أو بريوريتز لتريتين الووند اللي موجود في البرشور ألسر بس البيشن ماشي على انتي هايبرتنسف وضغط واطي إذن أنا يوزلس الشغل تاني وحكينا على الريليشن الموجود ما بين الهايبوتنشن والووند هيلين كلما كان ضغط المريض أقل معناته أنا ما وصل وصلت الدم أصلاً ونسفه فواتفر ايوز هادي صارت بارت من السيفتي كل البيشن سيفتي مجرس مثال عليها كمان بصير عندي أنا في الفولنج داون أثناء عملية الدرسين نفسها الانكونتيننس اسوشيات الدرماتايتس اللي ممكن تصاحب إذن السيفتي خط أحمر لا يمكن التنازل عنه في كل حال من الأحوال النقطة التانية اللي إحنا بنحتاج كمان عليها القايدلاين والبروتوكولز هو أن يكون هذا الكير افكتف افكتف يعني أنا ماشي على بارت من الإفيدنس باستي براكتس افكتف يعني إنه البوفداين لا يمكن استخدامه وترك البوفداين السوليوشن على الووند لأنه أنسيف وأنفكتف فإذا أنا دائما بفكر في موضوع الافكتفنس والله أنا بناء على الإفيدنس اللي عندي تمين عندي إنه الهاني دريسينج فرضا كانت الإفشنسي تاعته على الإفكتف ووند أعلى من السلفر طبعا لا وهذا الحكي إلى الآن معكوس السلفر الإفشنسي تاعته أعلى لكن فرضا طلي عندي دليل أو كده بغير ما عندي فيها مشكلة إذن الهدف بالآخر هو ميت الاكسبيكتشن تاعت البيشنت أو ميت الاكسبيكتشن تاعت البيشنت اللي هي مرحلية فيها طبعا حتى نكون إحنا قادرين على ميتينج البيشنت اكسبيكتشن أو البيشنت نيدس بالأصل أنا بدي يكون في عندي قدرة على تحديد ما هي احتياج المريض الآن في هذه المرحلة من التريتمت فلذلك بيكون في عندي أنا ادوبتنج الووند بدي بريبيريشن مش على مستوى شخص وإنما على مستوى كل المجموعة يعني والله إحنا معنا واحد اكسبرت بالووند كير عنا دكتور ما شاء الله فاهم تماما الووند كير وهيز ايبل تو دويت بس هو لحاله ما حيعمل شيء الافكتفنس بالكواليتي عشان هيك حمحتاج البروتوكول يكون هذه المنهجية اللي يستخدمها بالتفكير قادر يكتبها على وراء ويفهمها للناس والناس كلها تمشي عليها ليش لانه لما نيجي على الكي بي اوي راح نتأكد انه هل هذه البروستس مشت بهذا الشكل ولا لا طبعا الاسبكت الثالث انه الفارد كله شغلنا كله احنا ماشي على اساس البيشنط سنترد كير انا ماشي بحيث انه البيوريتي عندي هي what the patient need شو البيشنط نيد عاد هادي هون بدخل عاد احنا في اسبكت كبير على مستوى الووند النيت تاعته انه يتحرك بالووند بدي بريبيريشنط البيشنط صح من التشو للنفكشن للموشل البيتاليزيشنط لكن ممكن البيشنط كمان عنده نيد ستاني هادي وين بنفهمها اكتر الشيء في الديب تكفت في الديب تكفت احنا في عندي بعض البروستس اذا بتذكر محاضرة الدكتور اناس كانت تحكي عن الافلودي بارتي كبير منها انه البيشنط ما بعمل الكمبلايينس للديفايس اللي بنجبر يلبسها لسبب بسيط لانه مش مريحة معه عدم اخذنا البيشنط اكسبكتشن والبارت تاعت البايشنط بعين الاعتبار يؤثر على الطريقة اللي احنا من التعامل فيها مع الكير ويؤدي ايضا كنتيجة الى تغير عام في مستوى الكوليتي يعني انا عملت احسا اعطيته افضل تريتمنت وعملته بافضل شيء وضمنت له السيفتي وضمنت له كذلك البيشنط ما التزم بارتداء الافلودي ديفايس هل هذا الحكي خطأ المريض لا يعتبر خطأ السيستم نفسه كيف ما اخذ اعتبار عن المريض عشان هيك منلاقي كثير ان الشركات تطور المنتجات تطور الديفايس حتى تريتش البيشنط اكسبكتشن وإلا لو استخدبت افضل افلودي في العالم وعطينا له مريض والمريض ما التزم فيه فاحنا ما وصلنا لاي نتيجة اذا فهم احتياجات المريض والاكسبكتشن تاعت المريض تعتبر نقطة محورية في الكوليتي لإيصالها طي انا كيف بدي اوصلها هذه كيف بدي اقنع المريض يا الله امه لازم تأخذ هذه في عين الاعتبار ولازم تأخذ هذه في عين الاعتبار وتأخذها في عين الاعتبار بدي افهمها عشان هيك عندي البيشنط سنتور تكرر انه البيشنط هو المهم انا بعرف انه في المستشفات خصوصا في المستشفات اللي عليها ضغط يكون فعلا فيش وقت مع الكادر الطبي لكن هذا الوقت اللي قديش احنا نقدر نوفره مع البيشنط نستثمره بافضل طريقة ممكنة لنعرف الاكسبكتشن تاعت الهم وطبعا من الاسبكتس المهمة كمان في الجودة هو الافيشنسي في استخدام الوقت الوقت هو اغلى مصدر عندنا موجود دائما الوقت في نقص دائما احنا عندنا مشكلة في الوقت لذلك استخدام البروسيجرز نفسه بافضل طريقة وباقل وقت يعني انا ممكن اعمل ان اياكم هلنا ادريسنج ويقعد مع المريض نص ساعة او ساعة لربع واحنا نعمل غيار او ممكن واحد تاني يجي يعملوا بربع ساعة اذا كانوا التنين بيعملوا نفس الستبس ونفس الطرق واخدوا السيفتي والبيشنط سنتر كير في نفي عين الاعتبار وطبقوها بنفس الشكل اذا اكيد اللي خلص اسرع افضل لانه احنا لما نحكي مثلا على مستوى مرضى في العيادات كل ما خلصت اكتر كما شفت مرضى اكتر اذا البيشنط سيكونوا ساتسفايد اكتر المريض ما هيستنى كتير في العيادات كمان البروسيجر تاع الووند كير بيختلف عن البروسيجر الثاني يعني احنا ما عملنا بنعطي ميديكيشن فالبيشنط ما ركب له كان يلا ومستنى لا انت فاتح ووند وعادة بيكون البيشنط تنشن وممكن يكون البيشنط اللي قاعد فيه المريض مش مريح لانه بده يعطي افضل عشان الووند كير يشتغل عليه الوضع العام تاعها اذا الوقت كمان من من التحديات اللي احنا بنواجهها في الووند كير وهادي بارت مهم جدا احنا في الووند كير هلا هو يعني كمل وقت المتاح لنا احنا لعمل غيار جروح فعليا ما فيها ستاندرد هذه ما في عليها لكن دائما الدلائق اللي بتحكي انه حتى انت مع نفس المريض مع نفس حالة الجروح مرة على مرة اصلا بتميل لانك تخلص البروسيجر هذا بشكل اسرع اذا part من الcomponents داعتها كمان اللي هي time management والpart الخامس اللي هو الافيشنسي او استخدام المصادر باقل امكاني مثلا انا ممكن اعمل غيار جروح واستخدم الووند كلنزر العلبة كاملة وممكن احطه على بيزن واستخدم من البيزن فبالتالي انا بوفر الكمية اذا التوفير كمان كويس وهذا الافيشنسي كمان مش بس بتلزم بالدايريكت كوست رداكشن وانما كمان بالكواليتي تاعتها يعني انا ممكن استخدم غيار واحد سعره مثلا دولار لكن هذا الغيار اللي سعره دولار كل يوم بده يتغير وممكن استخدم طبعا ممكن استخدم غيار تاني سعره دولارين لكن هذا اللي سعره دولارين ممكن يقعد مع المريض ثلاث ايام او اربع ايام على نفس الوضع يكون الابسوربشن تاعه اعلى كمان في الافيشنسي عندنا احنا بالكوست ورديوسين ريسورسز من المصادر المهمة جدا اللي احيانا نحن نغفل عنها هي الكواليتي اوف لايف تاعته مثال عليها الاضر وونز او الوونز اللي عندها اكزوديت او ممكن انا بستخدم هذا الغيار لانه هو ارخص وفعلا هو ارخص وسعره من ناحية جروح اقل لكن هذا الجروح اللي انا بستخدم له هذا الغيار لانه سعره اقل اكتشف بعد فترة انه مؤذي للمريض فالكواليتي اوف لايف تاعت البيشنس ساءت وهذه الاساءة كمان تعتبر فارت من افشنس اذا احنا لازم نفكر فيهم هذول النقاط عندما نفكر في موضوع الكواليتي اوف كير وبالذات انه احنا بنحكي على الووند كير انه هذه الامور كلها متداخلة مع بعضها البعض المريض مع الوقت تاعك مع الوقت تاع المريض مع البوزيشن تاع المريض مع السيفتي مع الكواليتي برودكت نفسها انت بتستخدمها اذا هذه كلها من الامور المهمة واللي احنا لازم نكون ذاك قادرين على انه احنا نحطها في القايدلاين اللي احنا نشتغل عليه في حدا عندي سؤال؟ شفت حدا رافع ايدو طيب كمان الاسبكتر الاخير هذا اللي بجتمع فيه الووند كير مع كل الهيلث كير ايكواليتي اللي هي الاكواليتي انه يكون في عندي عدالة وكيف يمكن ان تتحقق العدالة اي ان المرضى يتم تعاملهم بشكل مناسب اذا والله عبد الكريم بيشتغل بطريقة ومعاد بيشتغل في طريقة ودكتور عمر بيشتغل في طريقة اذا ما حتتحقق الاكواليتي الا لما يكون في عندي قايدلاين وهذا القايدلاين تم توحيده وخصوصا بالووند كير ليه لا انه كتير كانت تصير مع ناس انه يروح يشوف الووندس فيقول لا تعرف حطوا له سلبر هذا صح لانه الفيكتد ووندس يطلع واحد تاني تاني يوم على نفس الجروح يقول حطوا له هني برضو الهني يستخدم كأنفكتد ووندس وعلا انا من ناحية افيدنس بيست التنين مقبول القرار تاعهم لكن باليكواليتي افكير يعتبر هذا خطأ ليش نعتبره خطأ لانه ما صار فيه اكوتي ما صار فيه توحيد ما بين الممارسة الاولى والبارسة التانية طيب بناء عليها انا عشان اوصل لهذا التوحيد اوصل لهذا الاكوتي كيف ممكن نعمل هون بيجي عندي انا دور ال يعني هل بيصير ان احكي انه لا انا بدي هذا الغيار اولا ثم هذا الغيار وانا ما عندي افيدنس عليه اه بيصير فيه بيصير احكي لا بدي نستخدم سلفر بعدين الا اذا مثلا يوجد ما يمنع ويكون هذا امر تم التوافق عليه ما بين جميع الفريق حتى يكون فيه دليل طيب احنا بنستخدم هيك بس المستشفى التاني بيستخدم طريقة تانية عادي ما فيها مشكلة المهم ان المستشفى التانين اعتمدوا على والتانين اتفقوا على فيه بهذا الشكل هذا اللي بيعطي تمييز كمان للشغل تعنا انه احنا كنا شغالين هذي هذي احنا نحققين فيها البارت اللي احنا بدنا اياه والبارت اللي إحنا بدنا إياه تم تحقيقه بشكل وانتظمه شكل مناسب والإفدنس باست براكتس هي للعبة الدور فيه هذا كمان الكواليتي أفكير نفسها يلزمها إنها تكون عبارة عن منهجية مستمرة المنهجية المستمرة هذه تضمن إنه يتم مراجعة القايدلاين من محكمين خارجيين أو من أثناء الممارسة نفسها يعني يكون في طريقة معينة إنه في حال الاعتراض أو في حال ما لقيته إشي معين حابين لكم تعزلوه فهذا القايدلاين قابل للتعديل وقابل للتغيير السبب فيه إحنا بدنا نحافظ على استمرارية الرعاية بهذا المستوى يعني ما بصير أحكي يعني ممكن هدولة حتى الناس اللي مشتغلوا بالسبلاي إنه أحكي أنا أحكي إنه حيث أنا أضع قايدلاين وبدأ أضع في هذا القايدلاين ونحن أستخدم سيلفر الجينيت من الشركة ألف بس السيلفر الجينيت من الشركة ألف موجود لمدة شهرين بالسنة من 8 أشهر نحن نقعد NA 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 VLUMN يا إما بتعدل الـ Guideline على أنه يتوافق مع اللي موجود أو بتجيب اللي عندك بناء على الـ Guideline لأنه لازم تضمن أنه أنت في عندك Continuity of Care وهذا Continuous ياخد فترة حتى يكون فيه نتائج يعني أنا قلت أنه أنا بدي أستخدم Silver Alginate معناته لازم يكون Silver Alginate موجود وهذا Silver Alginate يكون ماشي وسموث على هذا الـ Part ويكون فيه عندي أنا كمان الـ Follow-up على Quality of Care يعني تم عليها التأكيد أنه الـ Quality of Care هذا تم بالأشكال هذي وتم فيه عندي الـ Evaluation عندي الـ Evaluation عندي حسب أشهر نظرية هناك نظريات كثير في الـ Quality of Care رح نحن إن شاء الله عن الـ Tools الموجودات في الـ Quality of Care لكن من أشهر النظريات التي تحكي فيهي كانت نظرية دونابيديان دونابيديان قال إنه الـ Quality of Care تبدأ من Input, Process و Outcome بناءً عليها بالـ Quality of Care بالـ Health Care Institute لازم يكون فيه عندي أنا مؤشرات قياس للـ Process of Care ولا الـ Outcome of Care لـ Process إنه أثناء عملية الـ Quality of Care نفسه اللي تقدم للمريض هل عملية الـ Process of Wound Care Treatment مشت بشكل مناسب ولا لا؟ يعني هل كل الجروح تم نزع الغيار القديم فرضاً أنا بحكيه تم نزع الغيار القديم بالأول؟ هل كل الجروح لما تم نزع الغيار القديم تم تقييم الجروح ولا لا؟ طب أنا كيف بدي أعرف فيه عندي أكثر من طرق فيه عندي كروس سكشنال في عندي في عندي في عندي أكثر من تكنيك ناجم نتأكد من ستب معينة صارت في الـ Process صارت مع كل المرضى الآن إذا صار فيه مرضى ما عملوا هذا الـ Process بشكل مناسب بيكون أنا في عندي بريتش لـ Quality of Care طيب الـ Outcome Indicator أطلع على نتيجة معينة هل هذه النتيجة حصلت لنا؟ طب كيف بدي أجمع هذه المعلومات؟ نأخذ أشهر مثال عليها هو الـ Clinical Indicator نسمع إحنا بالـ KPI أو Key Performance Indicator أو Clinical Indicator الآن صارت أشياء بتخص الـ Wound Care part من الـ Patient Safety لسه ما دخلنا يعني أظنني بس الـ Surgical Sight Infection هين دخلت في الـ International Patient Safety بس على مستوى National Patient Safety في أمريكا وكان عدى الـ Pressure Ulcer مثلا موجود طب إيش هذه الـ Clinical Indicator الـ Clinical Indicator are Majorable Valuables إشي يمكن قياسه؟ or Criteria that reflect the quality of care إذن هي عبارة عن تحويل أشياء من اللي كنا نحكي فيها هذه الرقم هذا الرقم يمكن قياسه، يمكن نقضه، يمكن تحسينه، يمكن كشفه، رقم مقدر أشوفه يعني عادة الـ Quality Indicator بتكون كتير مربوطة بالـ Patient Outcome زي المشهور مثلا عندي بالـ Infection Control أو Medication Errors أو Pressure Ulcer Rate أو Amputation Rate أو Infected Wounds Rate أو كتير أشياء وهذه الـ Clinical Indicator كمان لازم تكون Part من Evidence يعني أنا ما بصير أجي أخترع الـ Clinical Indicator راح علي أو اللي بتعرف مستوى ابتسامة المريض من 1 إلى 10 ممكن تكون تستخدم بس بدي يكون في عندي دليل عليها Evidence Based Practice الـ Patient Satisfaction ممكن كمان يكون Part من الـ Clinical Indicator الـ Health Care Associated Infection Rate زي Surgical Site Infection هذول الأرقام من المهام الأساسية اللي لازم تقوم فيها المؤسسة إنها تعملها Monitor يعني Surveillance يعني يكون في عندي أرقام يعني يكون المؤسسة بتعين ناس موظفين شغلتهم يجمعوا يتابعوا هذه الأرقام وتعملوا لها تحليل Analyzing These Indicators لأنه هذول التنتين Help Identify The Areas For Improvement ومن إيسي الأفكتفنس تاعت الـ Wind Care أشهر مثال عليها احنا عندنا منحكي على الـ Hospital Acquired Pressure Alcer ما أخذنا الـ Pressure Alcer Rate كله كل الـ Patient Pressure لا احنا أخذنا شغلة محددة Hospital Acquired Pressure Alcer طيب هذي اللي احنا أخذناه Hospital Acquired Pressure Alcer أعطى الدلالة على مستوى أو قدرة المستشفى على منع حصول الـ Pressure Alcer طيب كيف يستطيع أن يصل المستشفى أن يمنع الـ Pressure Alcer كيف نستطيع أن نمنع حصول الـ Pressure Alcer لرقم واحد اللي هو الـ Safety يعني أعلى خطورة فيها هو أنه الـ Preach of Safety في الـ Quality of Care حصول الـ Pressure Alcer في المستشفى هو إشارة احنا ما حكينا أنه دليل قاضي لكن الإشارة على أنه صار في عندي الـ Preach للـ Patient Safety ليش تم الـ Preach of Patient Safety لأنه ما صار في عندي Pressure Alcer Prevention إذن هذه الخارطة أو هذه الدوارة هيكة صارت بالنسبة لنا إحنا واضحة على أنه كيف بقدر أقيم مستوى رعاية خاصة بالـ Wound Care يعني عندي أنا مستشفى يعني مستشفى ألف ومستشفى بعض وأنت الآن بلك تحدد أي المستشفى يستحق جائزة أو يستحق إنه والله هدية للكوادر أفضل أول شيء تتطلع عليه الـ Quality Indicator طب أنا جبتك على أساس أن أنت في الـ Wound Care راح تتطلع على الـ Clinical Indicator بتاعت الـ Wound Care أشهرها وليست الوحيدة وإنما هي أشهر وحدة الـ Hospital Equal Pressure Alcer هل هذا الـ Hospital Equal Pressure Alcer Finally والحمد لله تم اعتمادها كمؤشر أداء لمستوى عدد من الاعتماديات المحلية والدولية فمثلاً إحنا عندنا في الأردن في عندنا الـ HCAC في السعودية موجود عندنا السباهي في الإمارات كمان موجود الهاد حتى في تايلاند كمان كان عندهم الـ National Thai الـ Royal Thai Accreditation إذن أنا في عندي صارت الـ Pressure Alcer زي ما بيحكوا على المنيو دائماً جاهز دائماً موجود على الطاولة للتأكد منه تأكد منه من إيش؟ من الـ Hospital Equal Pressure Alcer طب فيه إشي تاني غير الـ Pressure Alcer بيخص الـ Windcare آه فيه بس مش كثير مشهور هذا لأنه بخص السيفتي فبتلاقيهم كثير موجود أشهر مثال عليها الـ Magnet الـ NDNQI الـ GCI بيحطوها من ضمن الـ Clinical Indicators هلأ كيف بتصير عملية الجمع وعملية الطرح وعملية الكذا؟ ملا إنه فيهم في عندي حيثيات وتفاصيل بس نتيجة تشتغل فيها بتعرف شو الحيثيات تعدها وكذا بس إنها تكون موجودة المثال عليها كمان الـ Hospital Aquarid Infection زي الـ CAUTI الـ CLABSI الـ Medication Error كل هذي من الأمور المهمة جدا طيب هلأعتمد فقط على الـ Clinical Indicators بالـ Windcare لا يعني إحنا الـ Windcare حكينا عندي بروسس فمن الأشياء المهمة كمان اللي نحن نتطلع عليها ونتأكد منها اللي هي الـ Documentation إنه هل الـ Wound Documentation اللي صارت زي الـ Wound Assessment الـ Care Plan الـ Progress Note الـ Medication Records الـ Quality الـ Consistency تمت في ضمن Standard يعني هلأ إحنا لسه ما رحنا على إنه هل تم استخدام المنتج المناسب ولا لا لكن لما راح مثلا عبد الكريم وراح يشوف هذا المريض هل اتبع الـ Protocol اللي لازم يتبعه في أثناء عمل الـ Assessment والله اه أنا اتبعت شفت هين 18 وين ها لازم تكون مكتوبة من هون أجت فكرة Not written not done يعني راح عندي أنا واحد Wound Care Staff وقلت له اعمل لي assessment للـ Wound وبناء على الـ Assessment تاعتك للـ Wound وفهمك للـ Wound بـ Preparation استخدم المنتج المناسب والله راح وفعلا هو في ذهنه انه عمل شيء يقبل واستخد منتج مناسب لكن لم يكتب هذا الأمر ما دام ما كتبه إذن بالنسبة للناس العاملين بالجودة لم يتم ومن هون أجت فكرة not written not done لأنه أنا كيف ده اتأكد أنه انت عملته فبالنسبة لي أنا إذا ما كان عندي دليل إنك إنت عملته بالجودة دائما بأخده حسوا إني فبنحكي إنه ما نعمل طب يا عم إن عمل بس أنا ما كتبت إذن ما عملته تمام فهي هذه هي الفلسفة تاعتها بـ Wound Care هذا الـ Plans بعطي كمان Comprehensiveness لـ Care وبعطي Part على إنه طبعا هذه صارت عندي هلأ واضحة إنه هذه المعلومات لازم تكون موجودة أصلا بالـ Protocol ولازم يكون في أليات ضبط صارت عندها في داخل المؤسسة حتى يتم أنا عندي الضبط ليش؟ بنحسها بالـ Wound Care شوية هيك سموث ولوز لأنه الـ Wound Care نفسه كـ Science جديد فهون بيجي عندك هلأ التساؤل أو السؤال التقليدي المشهور إنه طيب طيب أنا بدي أضبط الجودة بدي أضبط الجودة تاعة عمل assessment للـ Wound هل بيحتاج أعمل نموذج منفصل؟ وأصير أقيم الناس على هذا النموذج اللي هو رح يسهل عليهم عملية documentation؟ أو ما أعمل نموذج؟ والله الموضوع برجاء إلك بالـ Evidence بيقولك إنه لازم يكون فيه assessment هل هذا الـ assessment يستوجب وجود structured form أو unstructured form برضو هذا الموضوع برجاء إلك لكن المهم إن استخدمت هاي أو استخدمت هاي إنه يكون هذا الحكي موجود في ضمن الـ protocol اللي عندك موجود في المستشفى وبنفس الوقت عندك آليات لقياسه واللي عندك موجود في الـ protocol already evidence based إذا كانت واضح عندي هذه الأمور المقصود فيها طيب هل نعتمد فقط على clinical indicator و documentation؟ لا أقولك كمان في عندي أنا بالـ wound care wide evidence على استخدام direct observation يعني pressure ulcer prevention وإنت رايح شفت هل نعمل pressure ulcer prevention مناسب ولا لا supervision اللي ممكن نعملها الـ staff على staff ثاني المدير على part ثاني إذا هذه هي observation وإن كانت observation تفتح مجال للـ ortho effect إذا مر عليكم أو هو تغير تصرف الناس عندما يشعروا أنهم مراقبين لكنها ما زال عليها evidence كبير مثال عليها كمان عندي الـ hand hygiene مثلا إحنا بالـ wound care لأنه بتكون الظروف اللي مشتغل فيها أحيانا بتكون unstructured مثلا أنا في زيارة منزلية يعني ما أقول هلا بدي أهتم بالـ hand hygiene خلاص بلبس الكفوف ومظل داخل مثلا عن الجروح خلاص أنا نابس كفوف لكن إحنا عارفين أنه الكفوف ما بتكفي اللي غلوفز ما بيكفي طيب إذن لازم يعملوا الـ hand hygiene طيب الناس اللي راحت زيارة منزلية هل تم ضبط أنه لازم يعمل الـ hand hygiene بالـ protocol والله لا هو موجود في الـ protocol التاني لا أنا بحكي على protocol الـ wound care اللي رح ينعمل طيب آه تم ضبط هل يحطينها ها هل يحطين الـ hand hygiene بغض النظر عن نوعه ولا لا آه والله وفرنا لهم وعلمناهم عليها إذن صار في عندي ضبط لا مثال عليها طبعا هذه الجين لأنها كثير بنساها احنا بالـ wound care الرابعة اللي هي patient surveillance surveys والfeedback رأي المريض بالآخر رأي المريض هو رأي كثير مهم ومحوري ومعياري في هذا الموضوع هل quality تاعة الـ wound care gathering patients from the patient about their expectations وستسفاكشن عن الـ wound care لأنها part كثير مهم وكروشيال ليش في نقطتين من أهنيات الـ wound care هي مع الـ patient direct اللي هي الـ respect والـ dignity فنظرة المريض كمان طبيعة المرضى اللي احنا نتعامل معهم بالـ wound care والأهالي بتاعتهم chronic part فالـ relation والـ trust والـ rapid communication اللي ممكن يصير ما بين الـ staff والـ wound care والـ patient نفسها كثير مهمة في compliance اللي حيصير بعدين يعني كيف بالله بدي أقنع أنا مريض أنه يعمل يلبس و هو أصلاً مش حاب أو مش حاب يتعامل معي إذن هذه كمان مهم جداً ينعمل عليها في الوقت وتشمل كل الأطراف ليش الـ wound care مشكلة من المشاكل أو من التحديات الموجودة فيه إنه هو جاي في نص حلقة مين هم الـ customer تعون الـ wound care من خلال نحكي بلغة البزنس مين هم الناس المهمين اللي أنا لازم أهتم برأيهم في الـ wound care أول إشي هو أهم إشي الـ patient بس بس الـ patient لا والـ family تاعته والـ family اللي بيجوا معا هذول كمان مهمين إذا صار عند الـ patient صار عند الـ family كمان الـ wound care بـ practice عالمي إلى الآن إلا في بعض المستشفيات في بعض جزء صغيرة فيه إشي اسمه إنه والله مثلا wound care floor أو طابق الـ wound care لكن في العموم كل الناس معارفين إنه الـ wound care لما نشأ نشأ على فكرة special task team إنه أخذ team أخذ task محددة وتعمق في هاي task في هاي الجزئية لأنه فيها خلل والناس في الأقسام التانية مش عارفين يعبوها فصار لابد إنه يعبي هذا الفراغ الموجود هذا الفراغ اللي موجود في المؤسسات إحنا منلاقيه فراغ أفقي قويب هيك بشمل أكتر من قسم إذن مع الناس المهمين للـ wound care كالـ patient والـ family تعونهم الـ health care professions اللي هم موجودين في الأقسام اللي إحنا نخدم فيها فمثلا إذا كانت أنا في عندي واحد أو واحدة بشتغله بـ wound care team في مستشفى إذن العاملين في الأقسام الباطني والجراحة والطوارئ هدولة كمان صاروا client بتعريف الـ client طيب إذا كنت أنا wound care staff بشتغل في ضمن فريق رعاية منزلية هذا كمان client طيب أنا بشتغل بعيادة wound care أنا عيادة دايب تتفتت قاعد فيها النـ nurses اللي موجودين على الـ reception كمان هدول صاروا عندنا client إذن هذه كمان من الأشياء المهمة اللي أخذها بعيدة الاعتباء طيب الرابعة خلق تعرفنا كل الـ health care وعادة عن عيني بص طيب مين كمان عندنا إحنا إلى الآن في كتير من المستشفيات حتى في العام بريطانيا أو أمريكا وهيك ما بدخل المريض باسم specialist أو consultant بالـ wound care وإنما معظم المرضى والإحصاءات اللي بتنعمل عليهم في patient record ضلفات المرضى منلاقي إنه المريض بدخل على اسم طبيب هذا الطبيب اللي هو بسموه MRP أو main responsible physician هذا ممكن يكون spinal cord injury دخل تحت مريض سباينل بعد خمس ست سنين بالنسبة للـ spinal صار هذا cold case لكن ما زال على اسمه المريض ما زال على اسم هذا المريض في الملفات طبعا أنا لا بحكي عن الـ أرجوان في السعودية راح تحمس في العالم هذه مشكلة وتحدي طيب نلقله على اسم الـ wound care طب يا الله أنا مريض بس عشان pressure answer وعنده مشاكل تاني هو يعني مشكلته مش انه pressure answer أو مريض دياب تكفت هو الآن دياب تكفت لكن هو أصلا ديابتك هو أصلا in the crime من قبل فـ MRP كمان part بين الـ customer تعونه الـ client طيب عشان أضمن satisfaction تاع الـ care أنا لازم كمان أعمل defense مناسب للـ products اللي أنا بدأ استخدمها طب هذه الـ products أنا بدأ استخدمها مش فيها لقسم مشتريات مش فيها لقسم استوداعات إذن هذول الناس اللي تتذكروا بحضرة الـ economics كانت مزعجة بس ما لازم أقنعه لازم أتعامل معاه وإلا كيف بده يوفر لي supply اللي أنا بدأ احتاجها لمريضي مش إلي بس بدأ احتاجها بالأثر من patient عشان أضمن quality of care إذن كمان هذا هم الخمسة وهدولا هم الحلقة اللي بندور إحنا حواليها بالـ wound care أو اللي احنا موجدين في النص وعندي أنا patient والـ family والـ health care staff والـ physicians والـ supply أو الـ administrative staff هذولا كلياتهم بدهم follow-up هذي الـ follow-up عشان نعمل عليه defense نحتاج إلى data والـ data هذي اللي احنا نخذها اللي حكينا عنهم بـ quality indicator أو review أو observation لـ care أو patient satisfaction والـ patient satisfaction والـ لا تشمل فقط patient والـ family وإنما تشمل أيضا الأخصام الأخرى يعني إذا أنا والله بدي أضمن أنا عندي quality of care بغطي الحلقة هذي كاملة بعمل survey عن مستوى رضى الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى عن خدمة رعاية الجروح طب يا الله هم مش تجرحها لا بس هم انت بتعامل مع مرضاها إذا حتى تكمل الحلقة تاعت quality of care تاعتها وهذا الـ feedback تاعتها بتكون كتير كويسة للـ patients نحط فيها كمع pain communication الـ comprehensiveness الـ the treatment الـ expectation تاعت والأخري وهذه عليها كتير كتير evidence طيب إذا أنا بدي أقيم quality of care تاعت الـ wound care بالـ طيب أنا بدي أقيم الـ wound care والله اللي موجود في قسمي مثلا أنا في المستشفى ألف و بدي أقيم وأعمل evaluation لـ quality of care اللي عندي موجود الـ peer review بتحكي أنه بيجوا ناس بيشتغلوا بالـ wound care في مستشفى تاني في system تاني و بيراجعوا الـ system اللي عندي موجود لا يشترط أنه أنا أمشي زي ما هم ماشيين زي ما حكينا لكن يكون فيه follow up أو audit على الـ care تاني اللي هو نفس الفكرة اللي بيعملوها الاعتمادية لنا الاعتمادية لما تيجي بتعمل audit لكل الـ care part صار هلأ يعمل بالـ wound care أنا بشتغل في مستشفى ألف تعال يا مستشفى با يا عمي إحنا بدنا أنتو تشيكوا علينا وإحنا نشيك عليكم ونشوف وين الـ defects اللي عنده موجود في السيستم وين الـ defects اللي عندكم موجود في السيستم ونعمل عليه collaboration أو sharing أو part من الـ revision تاعتها فنعمل نشيك على documents نشيك على الـ indicator نفسهم هل نجمعوا بشكل مناسب ولا لا هل فعلا الناس ماشي على الـ protocol بشكل مناسب ولا لا هدولا كل اياتهم عشان نوصل لـ quality initiatives كثير من يسمعها هذي صح؟ احنا عنا أيام مباشرة احنا بروحوا بطبوا هيك بيحكوا زي اللي نطب من عندنا مثل بيحكي نطب من البؤجة للـ F لدنيها يعني من الـ F لدنيها بدنا مباشرة احنا نروح بدنا نعمل quality initiatives طب بدنا نعمل بناءً على إيش؟ بناءً على كل اللي نحكيه قبل يعني ما بنفع انه أنا أروح أحكي انه أنا بدي أعمل quality improvement بدون ما أكون عارف أصلاً مستوى الـ quality come طب كيف انتعرف مستوى الـ quality come باللي حكينا قبل quality indicator observation patient records خلال هذه المعلومات كلياتها وصلت أن أنا في عندي defect مثلاً عندي defect في patient assessment اللي بنعمل المريض أول ما يدخل على المستشفى أو patient assessment اللي بنعمل على المريض أول ما يدخل على home health care أو patient assessment أول ما يجي على ريادة يعني أول first visit مثلاً فيها defect نعمل بعض التقنيات التي تستلزم معرفة الأسباب اللي أنا بدي أعملها quality لأنا بعد ما حدد الـ target ببدأ أفكر بالـ quality improvement initiatives انه أنا أعرف وين الأسباب وأعمل على حل هذه الأسباب وحل حالة المشاكل اللي عندي موجودة طبعاً هذه الـ initiatives طبعاً في عندي tools وبتسمعهم جزء بالـ focus ومنعمل حلقة ومنعمل theme ومنعمل كذا بنعملها بناء على data عندي موجودة وهذه الـ data هي اللي بتحول تحلل الـ data اللي عندي موجودة تحلل الوضع الحالي ونعرف وين الخلل صار في ضمن الأربع معايير وبالتالي أنا بحكي هون specific على الـ wound care وإلا لما نروح ننتقل على aspects منها إنه ممكن تطلع أسباب تاني تطلع أشياء تاني لكن الـ wound care له خصوصية متعلقة بهذا الأمر بعرف وين الأسباب بتاعتها وبشتغل عليها وبعمل عليها improvement هذه الـ improvement نفسها قد تستلزم تغيير في الـ quality of care تغيير في الـ quality of care يعني عشان يصير في عندي تغيير في الـ quality of care يستلزم تغيير في الـ regulation في الـ policies في الـ methodology of providing care ممكن يصير في عندي تغيير في الـ leadership ممكن يكون في عندي تغيير في الـ characteristics تاعت الـ scope of service اللي احنا نشتغل عليها مهم جداً إنه نضمن أنا بالـ wound care إنه أنا safe care أول وحدة يا عمي أنا ما بدي تعالج جرح المريض بس لا تؤذيه إذا وصلنا يعني إحنا إذا وصلنا لهذه المستوى مثلاً أنا عندي أجاني staff جداد طيب أحطهم بالـ wound care ولا لا أول سؤال حنسأله هل هذا ممكن إذا بعدته يؤذي المريض إذا يؤذي المريض لا إذا بعدته ما رح يؤذي المريض بس ممكن ما يقدم رعاية كويسة ماشي لأنه شوية شوية بتعلم بس أضمن في الأول إنه أنا يكون في عندي patient safety هذا كتير مهمة خصوصاً مع الـ home health care إنه في الـ home health care في عندي فرق بشغلة اسمها unstructured environment في المستشفى في عندي كتير tools أو processes تقدر إنها نسترجع فيها الـ care أو defects اللي ممكن يكون صار في الـ care في الـ home health care unstructured environment لذلك مهم جداً الناس بتشتغل بالـ wound care وممكن يتعاملوا مع مرضى outpatient إنه إحنا فوكست كتير على patient safety hearts بكل أنواعها الـ prescription error medication error و wound care errors تحتها healthcare associated infections falling down surgical site infections diagnostic errors كمان patient safety harm يعني رحنا فقلنا إنه هذا incontinence associated dermatitis بينما هو pressure ulcer هذه تعتبر diagnostic errors قلنا إنه هذا infected wounds وهو مش infected wounds هذا اللي شايفه fibrin إذن لما أعمل أنا الآلية اللي أتعامل فيها مع الناس أتعامل فيها بخلق system أو منظومة جديدة أخذ أول محورية عندي أنا مهمة هي patient safety harm patient safety harm patient safety harm اللي بتضمن كمان communication part في الـ methodologies إنها تعترف بالخطأ إذا صار خصوصا في الأمور اللي بتعلق في decision أو في treatment يكون في عندي دائما training education culture of safety ريفجون أكيد هيك سريعة بس عشان إحنا نحكي على quality لابد نذكر international patient safety goals وأتوقع الناس اللي يشتغلوا في الاعتمادية أو في المستشفىات صار فيها الاعتمادية ومذكرينهم إذا منحكي إحنا identify patient correctly لأنه هذي مرجد مع كل quality of care فبما فيها wound care let's prove effective communication safe medication use وهلأ صار ينضاف على safe medication and substance عشان نضمن إنه انضافت عليها dressing لأنه dressing مش medication dressing medical supply فصار يقولوا كمان safe substance used كلهم يعني بما يشمل dressing material و topical treatment prevention healthcare associated infection surgical errors reducing patient fails على مستوى المملكة في السعودية صار في عنا اللي هي patient safety centers أو الناشئة الساودي patient safety centers فضافوا عليها كمان بعض بعض الأشياء الإضافية الزملاء في المركز اللي كان من ضمنها safe transfusion والخبر الجميل إنه نضاف pressure ulcer rate أو pressure ulcer aspects فيها في ضمن national patient safety standards في السعودية وإن شاء الله يا ربي عبارنا ينضاف على كل الدول العربية بحيث إنه يكون mandatory practice enhancing patient participation إنه ناخد ونسمع من وجهة نظر المريض في عندي بعض terms المهمة في quality of care وسنعرف فيها أول واحدة عندي أنا adverse events منسمع مرات كتير في كلمة adverse events و adverse events يعني صار في خطأ يعني تم حصول شيء غير متوقع على المريض كان مش تلازم إنه يحصل ويقسم طبعا من صفر لخمسة مثال يعني عدة أمثلة عليها أمثلة عامة هذه الموجودة هون في عندي near miss اللي هي نسميها يعني الله ستر يعني ربنا رحمنا وكان ممكن يصير خطأ يعني صار شيء خطأ كان ممكن يؤدي إلى كارثة لكن الله ستر فهذه بسموها near miss بس مهم إحنا في الـ نفرق بين كلمة adverse events إنه حصل الخطأ near miss موقف كان يؤدي إلى الخطأ لكن هذا الموقف لم يحصل و الله سترها علينا وهون في عند بعض الأمثلة عليهم على الـ الـ الآن على مستوى الـ أكتر شيء عليها أمثلة بالـ هون موجودة هي موضوع الـ و هدولة أكتر موضوعين هون كتلاقيهم بالـ يدور حولهم النقاش على الـ انه هل هذا كان صحيح أو غير صحيح و هل كان هذا كان يمكن أن يتكون أو مش راح يمكن يتكون وفيها بارت على قدرة على انه يعمل انه يمسكها انه يحددها حصلت عشان هيكم نلاقي انه في حاجة كبيرة لـ الـ يعني مين اللي لازم يعمل الـ النورس اللي بدومين في القسم ولا من بره القسم كيف بدوا يصير فيها تتكشن ولا لا طبعا كل المستشفى بقدر يحل هذه المشكلة بشكل أو بآخر لكن لازم يكون في هذا تتكشن يكون فاروريابل والناس قد تتكت هذه الـ وتكون ويتعاملوا معها على انها لانها مش تكون على بارت من انها تريتمنت أو يعني موجودة فيها ريتحان هذي كان بشكل عام الـ الـ او البارت الأول في الـ حاولنا فيها انه احنا بس نطول نفس يعني زي البستاني ناخد بس اللي احنا بدنا اياه او اللي بلزمنا فقط في موضوع الـ بالمصيف اللي بتخص الـ الـ سريع حول بالمصيف إن شاء الله المترجمات لكثير من الاشتراك في القناة